اشتركوا في القناة عن سياق يعني يتسم بالقساوة حينما نتج إلى الجبل يقل كل شيء تقل التنمية يقل احترام الإنسان تقل الكرامة حتى الأكسجين يقل سيد الرئيس أرفض اليوم فقط فقط منسوب الصبر والصدق يزداد فهل نعرف لصبر الصابرين قدرا أرفض اليوم قدرا سيد الرئيس أرفض أن أختزل الأمر في برد وحطب وسكر وزيت أرفض اليوم أن أسكن الجبل لكن نسكن في أفواح يعني ارتفاع دي الألفين من سطح البحر وكثيرون ما ينسون يعني من النفس السياق أرفض أن أحمل المسؤولية يعني قساوة حياتنا لفصل الشتاء لفصل الغيط والمطر والتلج والجمال المسؤولية يتحملها وطن أهاننا وأهملنا لعقود طويلة وما زال الآن يظلمنا عبر برامج هي في التدبير هي برامج جيدة ولكن تخترقها السياسة طولا وعرضا وأستغلوا الفرصة لأناشدكم سيد الرئيس وأناشد من خلالكم جميع الوزراء وأطلبهم وتوسلهم خصوصا وزير الداخلية أرجوكم كفة تسييسا للتنمية في العوالم القروية كفة تسييسا لأن زروحنا غائرة زروح ذينا غائرة ولا تحتمل يعني التأجيل كفة تسييسا للتنمية في العوالم القروية لأنه هناك جيل جديد يرفض أن يعيش على هامش الوطن يرفض يعني أن يرتدي قميصة المتسول في علاقته مع بلده أرجوكم كفة تسييسا للتنمية في العوالم القروية لأنه أبدن كمر بوحد جيل خطير خطير على الوطن يطرح الأسئلة الخاطئة السياق الخاطئ كيفاش غد انشرحوا أنه شباب في العالم القروي الآن كيقولوا أشغل نستفدنا من إفريقيا في حين أن إفريقيا هي المستقبل والحكمة أن التجهل الإفريقيا كيفاش غد انفهموا أن شباب الآن في العالم القروي كي يقول لك ما بقاش عندي الجاد من كثرة آلامي وأحزاني باش أنني انتظاما مع القضايا دي الأمة والمقدسات ديالها من يدفع بشبابنا لأطرح هذه الأسئلة المشوهة أقول لكم أن الوقت قد آن أننا نكون في مستوى المسؤولية لأن الوقت يداهمنا فيما تعلق بنا نحن كنواب أقول أن الوقت قد آن ونحن مساءلون وسنساءل في المستقبل والأوطان أمانا يجب إخراج قانون الجبل إلى الوجود أو وكالة تنمية المناطق الجبلية المهم نسميه ما نسميه والأساسي هو إيجاد الإطار اللي يقدر نتعامل فيه بمنطق إيجابي مع الطراكمات والأحزان والآلام ديالهاد العوالم القروية لا يهم ما سنسميه ولكن آن الأوان أننا نتعامل به نغير الرؤية السلبية اللي عند الدولة المغربية للمناطق القروية التي طرى فيها فقط سياقات للفقر وكالتعامل مع المواطنين ديالها على أنهم مساكين نحن لسنا مساكين نحن مغاربة ومسألة أخرى الجبال أيها السادة كنوز مختومة من المؤهلات وإن كان فيها خلل فهو خلل في تصورنا وفي نظرتنا والطريقة التي نشوفها فيها أكثر ما يمكن أن يصل فيه المستوى ديال الرؤية ديال الوطن إلى المناطق الجبلية هو أن نشوف فيها المهدور ونشوف فيها المعادن المصر وقال لما تخليش عوائد ديال التنمية في المناطق ديال الاستخراج وبالمناسبة وحيي وزير الطاقة والمعادن لأنه قال أنه آن الأوان أن الشركات ديال الاستغلال سأدخلي العوائد ديال التنمية في المناطق ديال الاستخراج أختم بقول مأتور هذا قبائل الأطلس الكبير إمطون نيركزن أسموه مئة نية دموع الرجال هي الشكوى نهار تشوفوا دموع في العيون ديال السكينة ديالجبل أخشى أن يكون الوقت خدفات الظلم مستمر ولكن نشكر الحكم على المقاربة التدبيرية ديالها ولكنه مشكل إرادة هناك من يزال ينتعش على الجروح ديال العالم القروي هناك المشاكل ديالنا هناك الآن اللي يشوف فينا ما عارش من أي منطلق ولكن كونوا على يقين أن هذا النمط ديال التدبير ديالنا وتسيير اللي فيه هو أحد الفائد من السلطة اللي يقدر يعطيه لهذا ويحيد لهذا أنا أتحدث حينما تصبح سيارة الإسعاف ودار الأمومة واحد الربين يديره في واحد الضوار يعني ورقة ديال الضغط السياسي إلى أين نحن متجهون هذا النمط ديال التدبير اللي فيه هذا الفائد من السلطة اللي يقدر يعزل ويخلص اللي يبغاو يدير أنه يقدر يدير أي شيء ولكن ألا نغامر بالوطن أشكركم سيد الرئيس اشتركوا في القناة الأوala